قالت سانجيشين إن سرعة وعدد عمليات البحث والتطوير الخاصة باللقاح في الصين هي الأولى من نوعها في العالم حيث دخل 21 لقاحاً جديداً مرحلة التجارب السريرية وتم تحقيق تغطية شاملة للطرق التقنية المختلفة للتجارب السريرية في الخارج وأضاف أنه فيما يتعلق بالإمدادات فإن الصين هي أول من يلتزم بجعل اللقاحات منتجاً عاماً عالمياً وبدءاً من الرابع من شهر يونيو الجاري قدمت الصين تبرعات لأكثر من 80 دولة وصدرت أكثر من 357 مليون جرعة من اللقاحات إلى أكثر من 40 دولة كما أضافت سانجيشين إلى أنه وفقاً لنتائج الأبحاث التي أجريت على لقاح السينوفاك الصيني في تشيلي والبرازيل فقد حقق اللقاح نتائج جيدة من ناحية الحماية والأمان في مدينة سيرانا البرازيلية وبعد تلقيح الأشخاص الذين تزيدوا أعمارهم عن 18 عاماً بلقاح السينوفاك الصيني انخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كرون الجديد في المنطقة بنسبة 95% وانخفض عدد الحالات المصاحبة لأعراض بنسبة 80% وانخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى علاج بنسبة 86% كما قالت سينغ إن الإدارات المعنية تولي اهتماماً وثيقاً لقضايا مثل تحور الفيروس ومدة فعالية اللقاح وتعمل على تطوير اللقاح لتجنب فقدان فعاليته ضد السلالات المتحورة اشتركوا في القناة